بسم الله الرحمن الرحيم فوجي الرأي العام اليوم بحكم الإدانة الصادر في حق المعتقل سيد مصطفى دكار من طرف المحكمة الابتدائية الجديدة والذي أدينا من أجل جنحة التحريض على التمييز والكراية بسانة ونسب حبسا نافذا ورامة ما ليقدرها 30 ألف دران بالنظر إلى وثائب ومعضياته القضية وخاصة صرحات السين مصطفى دكار خلال جميع مراحلاته مصطرة وبالنظر إلى مرافعات الدفاع التي استمرت لساعات طويلة وأثارت دفوعا شكلية وموضوعية نقول على أن هذا الحكم لم يصادف الصعوب تماما بل أنه لم يؤسس لا سواء من الناحية القانونية أو الواقعية وأن عناصر هذه الجنحة منتفية تماما وغير قائمة في نازلة الحال وبالتالي هذا الحكم في حق السيد مصطفى دكار هو حكم مجهف جدا وليس تنير لا إلى القانون ولا إلى الواقع وما سبقه كذلك من أحكام لا سواء في حق السيد عبد الرحمن زنقاد والسيد سعيد بوكيوض وغيرهم من النشاطات ومنعضي التطبيع الذين توبعوا ويتابعون في المجفات بهذه الخنفية التي نقول أن حقيقة هذه المجفات والمحاكمات هي محاكمة سياسية بأمسياز فبغض النظر عن محاكمتها للحق في الرأي وحرية التعبير نقول أن هذه الأحكام هي صادرة ضدا على الموقف الشعبي للمغاربة من نفط من اتفاق التطبيع التي وقع النظام المغربي مع الكيان الصينوني ونتظام الواسع للشعب المغربي طيلة بداية الحق للإبادة الجماعية على أهلنا في غزاق من طرف المغاربة في العديد من الفعاليات ولا تنسجم كذلك حتى مع المواقف العالمية والإنسانية وتقارير المنظمات الدولية الحقوقية وكذلك المحاكم الدولية التي كلها أجمعت على أن الأمر يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية